الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخميسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وإلمامهم بالعمل متعدد الأطراف قدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجمايكا وجمهورية الدومينيكن والاوس وقد رحب القرار بإسهامات منتدياته ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم وصرح منضوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق بأن اعتماد هذا القرار وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي كما يأتي استكمالا لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة جدد الرئيس الفرنسي مانويل مقا دعمه لرئيس النيجر محمد بازوم وأكد مقا أن فرنسا لا تتخذ أي قرار بشأن النيجر إلا على أساس التبادل مع الرئيس النيجري بازوم الذي احتجزته المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في البلاد وشدد الرئيس الفرنسي على أن المجموعة العسكرية في النيجر ليس لديها أي شرعية كانت المجموعة العسكرية قد رفضت تصريحات الرئيس الفرنسي واعتبرتها تدخلا سافرا في شؤون النيجر الداخلية تعهد قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في الجابون بريسو لجينجيما بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة أكثر ديمقراطية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن المجموعة تسعى للتحرك بسرعة وتجنب إجراء انتخابات تكرر أخطاء الماضي على حد تعبيره وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي قاله التليفزيون الوطني في الجابون أوضح قائد المجموعة العسكرية أن قرار حل المؤسسات الذي أصدرته المجموعة الأسبوع الماضي هو أمر مؤقت وأضاف أن الهدف هو إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورق مسير أوكراني في مياه البحر الأسود وذكرت الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني حاول استخدام الزورق المسير في تنفيذ ضربة على جسر القرم مشيرة إلى أنه تم اكتشاف الزورق التابع للبحرية الأوكرانية وتدميره في مياه البحر الأسود في الوقت المناسب يأتي ذلك بعد أعلان وزارة الدفاع الروسية إنشاء أسطول البحر الأسود للمراقبة المستمرة للوضع من خلال جميع وسائط الاستطلاع في البحر الأسود أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع مدرعات لبلغاريا مقابل واحد ونصف مليار دولار في صفقة ضخمة جديدة لتسليح الدولة العضو في حلف شمال الأطلنطي في خضم الحرب في أوكرانيا وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها اخترت الكونغرس بأنها وافقت على بيع 183 مدرعة من تراز سترايكر أكثر من نصفها ناقلة جند لبلغاريا مشيرة إلى أن هذه الصفقة ستحسن قدرات بلغاريا على نشر مشاتها بسرعة كما تعزز قدراتها على إرسال قوات فضلا عن تعزيز دفاعها الداخلي وردع التهديدات الإقليمية أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت سواريخ كروز باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أعلنت في وقت سابق أن بيونج يونج أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية أعلنت المرشحة اليسارية لويزا جونزالس التي حلت في المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الأكوادور أنها تعرضت للتهديد وأنها ستحصل على حماية من الجيش وقالت المرشحة الرئاسية عن حزب ثورة المواطنين إنها تلقت تهديدات بالقتل باتبارها المرشحة التي لديها أفضل فرصة للفوز بالرئاسة مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام يحقق مع شخص ادعى أن بحوزته قنابلة لمحاولة قتلها كما أوضحت أنها قبلت عرضا من الحكومة لتوفير حماية وثيقة من الجيش بصفتها مرشحة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من أكتوبر المقبل انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل